السلام عليكم و اهلا بكم في قناة مانو للهندمايد والكروشي اليوم سوف اشرح لكم طريقة عمل بلوزة للبنيتاتي البلوزة دي انا هشرح لكم بالتفصيل بس متنسوش اشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشيلا عجبك الفيديو عشان هادر اوصلوا عدد ناس اكبر ودلوتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البلوزة ودلوتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البلوزة مبدئين كده البلوزة دي احنا بنشتغل قطعتين نفس الاطوال قطعة للوش وقطعة للدهر نبتديها من الجزء اللي من تحت بتاخدي الجزء اللي هو العند الوسط كده او بتشوفي المقاس اللي انتي حابة تشتغليه للبلوزة تمام؟ فبتقيسي كده القطع بتاعتك بناء عليها يعني مثلا وليكن دي القطع ديها تي شيرت فبتجيب المزورة بتقيسي من هنا تمام؟ تمام؟ وبتقيسي جناء عليها بتبدأي عدد السلاسل وبنرتفع بالاسطور كده لحد ما بنوصل للطول بس في النهاية القطعة كده فوق بنعمل الفراغات ديت بعد كده بنشبك بنكرر الخطوة دي او القطعة دي بنعملها قطعتين قطعة للوش وقطعة للدهر تمام؟ وبعد كده بنشبكهم في بعض وبنبدأ ان احنا بنسيب فراغ كده علشان نعمل الفتحة الأزرع تمام؟ طيب انت بناء على المقاس بتاعك انا شرحها المقاس صغير علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل معانا تمام؟ طبعا انت تقدار تنفذيها لأي مقاس انت حابة هنبدأ دلوقتي مع بعض نشتغل بتبدأ تشتغلي عدد السلاسل على حسب المقاس وليكن مثلا المقاس ده طلع خمسين سنتي ستين سنتي فبتبدأ تشتغلي السلسلة بتاعتك على حسب المقاس اللي طلعلك تمام؟ طيب انا بالنسبة للأدوات اللي بستخدمها انا بستخدم خيط قطن وبستخدم معاه إبرة مقاس تلاتة ونصف مليمتر طبعا انت على حسب سمك الخيط بس ممكن سمك الخيط بتاعك تستخدمي مثلا إبرة مقاسة تلاتة مليمتر تمام؟ وبنستخدم إبرة التنظيف أو إبرة الكانوفو علشان من خلالها هنشبك القطعتين في بعض ونستخدم مقاس تمام؟ هي دي الأدوات اللي هستخدمها هنبدأ دلوقتي مع بعض نشتغل هنشتغل عدد سلاسل أنا مش هحدد لكم عدد السلاسل طبعا زي ما وضحت لك على حسب المقاس اللي انت هتشتغليه كده تشتغلي سلسلة بالطول اللي انت محتاجها وصلت كده للمقاس اللي أنا محتاجة من السلسلة الخطوة اللي بعد كده بسيب غرزة تانية طبعا بعد ما بتلصلي المقاس اللي انت محتاجها بترتفع سلسلتين الارتفاع بعد ما بترتفع سلسلتين الارتفاع بنسيب غرزة تانية بندخل في الغرزة رخم تلاتة بنشتغل فيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده تمام؟ الغرزة اللي بعدها برضو عمود بلفة باشتغل فوق كل غرزة من الغرز اللي عندي السلاسة كلها اللي عملتيها فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة الحد ما بتوصلي لنهاية السطر تقدر تشتغليها بغرزة الحشو او غرزة النص عمود بس احنا علشان في الصيف فانا يفضل ان انت تشتغليها بغرزة العمود بلفة فبتدي كده فراغات بحيث ما تبقاش مكتومة قوي او غرزة الحشو بتضيق وبتقل من القطعة بتاعتك فبتشتغلي كده فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة حد ما بنوصل لنهاية السطر كده بالشكل ده وصلت كده لنهاية السطر من غرزة العمود بلفة زي ما انت شايفة كده بالشكل ده الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة هلف القطع بتاعتي طيب احنا كنا بنشتغل عادي جدا لما بناجي نشتغل القطعة بنشتغل فوق غرزة غرزة عمود بلفة هنا هشتغل بطريقة مختلفة ما بين غرزة العمود بلفة وغرزة عمود بلفة ديت بتحس ان فيه فراغ بدخل فيه كده وبعمل عمود بلفة تمام؟ باخد لفة بنزل في الجزء دوت وبعمل عمود بلفة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده كل الشغل بتاعي هيبقى بنفس الطريقة كده عمود بلفة ما بين الأعمدة مش فوق العمود لأ ما بين الأعمدة بدخل فيها كده وبعمل غرزة العمود بلفة ديت بحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة بالشكل ده ما بين الغرز كده بالشكل ده زي ما انت شايفة بنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لنهاية السطر وصلت كده لنهاية السطر كده بنفس الطريقة زي ما انت شايفة ما بين الأعمدة بنعمل الغرزة بتاعتنا الخطوة اللي بعد كده بنكرر نفس الخطوة برضو برتفع باتنين سلسلة بلف القطعة ما بين العمود ده والعمود ده في كده جزء بدخل فيه بعمل عمود بلفة واللي بعدها برضو عمود بلفة بالشكل ده ما بين الغرز بندخل كده بنشتغل عمودة بلفة بتاعتنا لحد ما بنوصل لنهاية السطر تمام كده بالشكل ده زي ما انت شايفة وبنرتفع بالأسطر بترتفع بالأسطر بتشوفي البلوزة بتاعتك طولها قدقية بتقيسي من عند الجزء بتاعك اللي انت يعني من عند الكتف لحد ما بتوصلي للطول بتاعك تمام بس احنا بنشتغل من تحت الفوق تمام؟ ركزي معي احنا بنشتغل من جزء التحت لفوق بس بتاجي على الحتة اللي بعد السدر بشوية كده فهنبدأ ان احنا نشتغل الفراغات دي فانا هرتفع بالأسطر كده زي ما وضحت لك بعد كده هنرجع نشتغل الفراغات بتاعتنا دي بتقيسي القطعة اللي انت حبها تبقى فراغات بناء عليها بتوقفي عدد الأسطر بتاعك فانا هرتفع بالأسطر حد ما بنوصل للجزء بتاع الفراغات وهنرجع مع بعض نعمل الأسطر بتاعتنا دي ونقفل التقفيلة بتاعتنا بتاعت البلوزة بتاعتنا طيب انا كده ارتفعت بالأسطر لحد ما وصلت للطول اللي انا محتاجاة الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه هرتفع ب تلاتة غرزة سرسلة واحد اتنين تلاتة وباخد لفة على الابرة بسيب اول فراغ مش هنشتغل فيه هندخل في تاني فراغ وهعمل فيه غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده تمام بعد كده غرزة سرسلة بسيب غرزة تمام بدخل في اللي بعدها عمود بلفة سرسلة السرسلة اللي بنسيبها علشان اللي بنعملها عشان نكون الفراغ والغرزة اللي بنسيبها علشان كمان نكون فراغ تمام بعمل سرسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها عمود بلفة سرسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها عمود بلفة كده سرسلة بالشكل ده. لحد ما بوصل لنهاية السطر. اشتغلت كده بنفس الطريقة. لحد ما وصلت لاخر السطر كده بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه? هرتفع بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هللي في القطعة بتاعتنا كده بالشكل ده. تمام? باخد لفة بنزل في الفراغ. تمام؟ بعمل فيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده. سلسلة. وفي الفراغ عمود بلفة. سلسلة. في الفراغ عمود بلفة. سلسلة كده. في الفراغ عمود بلفة. بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لنهاية السطر. بعد كل عمود بلفة في الفراغ بنعمل غرزة سرسلة وفي الفراغ عمود بلفة سرسلة عمود بلفة كده لحد ما بنوصل لنهاية السطر وبعد كل بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لنهاية السطر تمام وبرتفع بالاسطور كده لحد ما بتوصلي لباقي طول البلوزة اللي انتي محتاجها لحد ما بتوصلي للجزء بتاع الكتف بتاعك تمام هكرر كده القسطر طبعا مش هقدر حدد لك عدد قسطر لان بتفرق من مقاس لمقاس تمام هكرر القسطر وهنرجع مع بعض نقفل البلوزة بتاعيتنا الجزء الامامي في الخلفي طبعا انتي القطعة دي بتكرريها جزء امامي وجزء خلفي طبعا انا اشتغلت القطعة ديت وبنكرر مع بعض القطعة التانية عشان بعد كده نرجع مع بعض نقفلها التقفيلة النهائية انا كده اشتغلت القسطر والاتفعت بالقسطر لحد ما وصلت للقطعة اللي انا محتاجاها طبعا زي ما وضحت لك بتشتغل قطعتين كده بنفس الطريقة تمام اللي هو الوش والدهر الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نشتغل ازاي هنقفل الجناب بتاعتنا وبنقفلها طبعا زي ما وضحت لك بابرة التنظيف وبالخيط بتاعنا العادي بتحددي الاول القطع بتاعتك كده بتزبطيها كده بالشكل ده لحد ما بتوصلي للجزء اللي انت هتسيبيه للأكمام او فتحة الدراع وليكن مثلا من بداية الفراغات ديت فهتبدأ تشبك القطعة دي كلها في بعضها تمام من اول هنا لحد ما بتوصلي العلامة الهرس ازاي بقى بابرة التمدير بتمرر الخيط بتاعك بنفس نوع الخيط بتبدأ اتمرره كده بالشكل ده بالشكل ده كده بتشبك القطعة القطعتين في بعض كأنك بتخياطي قطعتين عادي جدا كده لحد ما بنوصل لعلامة الغرس فانا بكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لعلامة الغرس والجنب التاني برضو بنفس الطريقة هنرجع مع بعض نشبك القطعة بتاعة الكتف ونعمل آآ الجزء بتاع الاكمان بتاعنا انا قفلت كده الجنبين كده زي ما وضحت لك هنبدأ دلوقتي نحدد الجزء آآ بتاع الاكتاف طبعا بتحددي القطعة اللي انت من خلالها هتمرره الراس بتاعتك فيها ايا يكون بتجيب علامة الغرس كده ليكون مسلا لغاية هنا كده وهنبدأ نشبك ننهي التشبيك وهنا كمان كده بالشكل ده هنبدأ كده هنبدأ كده هنبدأ كده ديف رد التنضيف وصلت كده للعلامة وبعد ما بتثبتي الخيط مرة كذا مرة كده بتقصي الخيط بتاعك تمام هكرر نفس الخطوة في الجنب ده تمام هنرجع مع بعد نعمل الجزء بتاع الاكمل انا كده قفلت الجزء كده بتاع الاكتاف طبعا هي البلوزة الفتحة بتاعت الرؤس او الجزء ده بتبقى كده كبيرة تمام طيب وعدلت طبعا البلوزة بتاعتي لان احنا كنا بنعملها على القلبة عدلتها كده هنبدأ نعمل زي سطر كده من فراغات بدخل هنا كده واحد اتنين تلاتة تمام بدخل في الفراغ وبعمل فيه غرزة عمود بلفة سلسلة الفراغ اللي بعده عمود بلفة سلسلة عمود بلفة كده بالشكل ده لحد ما بوصل للدوران كله بتاع الاكتاف عمودة ممكن تعملي تلاتة اسطور اربع اسطور زي ما انت حابة انا مش حابة يبقى غير سطر واحد بنفس الطريقة كده انا حابة وليكوا السطر كله اهو سلسلة بدخل في السلسلة رقم ثلاثة من ثلاث الافتفاع كده بالشكل ده وبقفل بغرزة منزلقة زي ما وضحت لك حابة اعملي سطر كمان وكي ما فيش مشكلة بس انا حابة ان هو يبقى سطر واحد بس بتقص الخيط بتعملي غرزة سلسلة كده بتقص الخيط بتاعك بتخلي كده في ظهر القطع بتاعك بتخفي الخيط تمام وهناجي هنا برضو هنكرر نفس الخطوة تمام اكرر نفس الخطوة وهوضح لك الشكل النهائي للبلوزة بقى ازاي اشتغلت كده الجزئين زي ما وضحت لك كده طبعا البلوزة شكلها بيوضح في اللبس اكتر تمام ادي الشكل النهائي بتاعها بالشكل ده طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا مفاشعة صعوبية وكده بنتهيت من طريقة عمل البلوزة ودلويت وصلنا مبعد نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدته وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البلوزة سهلة وبسيطة لو عندك الملحوظة والسبصول تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو اهلا اصبحتنا على الفيسبوك هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لعجلك الفيديو عشان اقدر اوصل هذا الدنيس اكبر وتقدر تتابعونا على الويبسايت بتاعنا اهلا اصبحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اله الا الله